اشتركوا في القناة اغدر الشآن بما اراد واستتهافت بعض العواصم الغربية بما فيها واشنطن ولندن وباريس لتسليح ما سميت المعارضة السورية رصدت عدة استطلاعات للرأي حالة من الرفض لدى شعوب هذه الدول فيما يتعلق بتسليح الارهابيين الذين يقتلون ابناء الشعب السوري ويدمرون البنى التحتية ويسعون الى اشاعة الفوضى في المنطقة ورأى محللون ان استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات متخصصة اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان شعوب الدول التي تلهث من اجل امداد طغمة من المسلحين بالسلاح والذخيرة لتقوم بقتل الابرياء واكل احشائهم غير راضية عن سياسة حكوماتها في هذا الاتجاه وان هناك حالة من الرفض بسبب وعي هذه الشعوب للازمة التي يريد حكامها زجها بها وخوفا من انقلاب السحر على الساحر وعودة هذا السلاح اليهم لقتلهم استطلاع للرأي اجرته مؤسسة كوميرس للقناة التلفزيونية البريطانية اي تي في الشهر الماضي كشف ان الغالبية العظمى من البريطانيين لا تدعم تحركات حكومة بلادها لتسليح ما سميت المعارضة السورية الاستطلاع قال ان اكثر من 53% من البريطانيين سيعارضون حكومة بلادهم اذا ما قررت تسليح المعارضة السورية 17% فقط قالوا انهم سيدعمون هذا التحرك 56% من البريطانيين رأوا ان حكومة بلادهم يجب ان لا تسليح المعارضة في سوريا بسبب خطر وقوع الاسلحة في ايدي الارهابيين 15% عارضوا هذا الرأي الاستطلاع وجد ان 56% من البريطانيين ايضا يعتقدون ان تسليح المعارضة في سوريا سيجعل بلادهم اكثر عرضة للهجمات الارهابية وان 13% منهم خالفوا هذا الرأي كما عرض 48% من البريطانيين تدخل بلادهم في الازمة في سوريا ورأى محللون ان الرأي العام البريطاني يريد الابتعاد عن الازمة في سوريا في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون معركة في الداخل لاقناع الرأي العام البريطاني بدعم خطة ارسال الاسلحة الى المعارضين وكان استطلاع اخر للرأي كشف ان اقل من ربع البريطانيين يؤيدون توريد السلاح الى المجموعات الارهابية في سوريا وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية ان 24% فقط من البريطانيين يؤيدون تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بالاسلحة بالرغم من ان 58% من البريطانيين اكدوا تأييدهم ارسال مساعدات انسانية فقط الى سوريا قسما بصادق وعدنا بطول الصبر افرغه علينا الله اودع في ضمائرنا واجرى في سواعدنا من سر اسماء له معنى العزيز المقتدر قسما سنأخذ من اراد بكيده غذر الشام بما اراد قسما بذاك ونحن نحن الصادقون